معظم ده كترة الطب النفسي والإدمان بيتفقوا على حاجة مهمة جدا إن الزوج المدمن مفيش فيه أمل طول ما هو مدمن لإن الشخص المدمن مالوش كلمة مالوش أمان وإحساسه بالمسؤولية معدوم بس الغريب إن فيه بناك كتير قوي زي ميرفت ترتبط بواحد تبقى عارفة إنه بيشرب وإنه مدمن ومع ذلك بتقرر وهي بكامل قواها العقلية تخيلوا إنه يتكمل معا وتقول أنا هعرف أغيره عاي كان فيكسهم اللي إحنا سمعناها دي خدتي غيرتي مفيش حد يقدر يغير حد إلا لو الشخص نفسه كان هو عايز يتغير بجد ميرفت بقى اكتشفت ده بعد ما تورطت لما هي بدأت تفكر في الطلاق لقيت إن هي معها عيل في الثاني وإنها هتشيل شلتهم لوحدة بعد الطلاق طب ميرفت أقولك على حاجة وما تزعليش إنت تجوزتي الراجل ده عشان وافق إنه يتجوزك وإنتي مطلقة ومخلفة فإنتي شفتي شخص جدع وراجل ونسيتي بقى أنت تحسبيها بالعقل وتشوفي الصورة كويس لمجرد إن أنت لقيت حد يرضى بظروفك معنى ظروفك عادية جداً مع إن الطلاق مش عيب ولا حاجة تقلل منك حتى أهلك قالوا لك بلاش يميرفت ده بيشرب ده ممسوك يوم قرية الفتحة عايزة يا رب بديني علامة ملوش أهل يترد عليهم